عزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة بتجمعنا بكم في برنامجنا الأسبوعي حياة المسيح اسمحوا لي في البداية أن أرحب بنيافة الأنبى مكسيموس الذي يشرفني دوماً بمشاركتي له في تقديم هذا البرنامج نيافة الأنبى أهلاً ومرحباً بك أهلاً بك دكتور وأهلاً بكل متابعين ببرنامج حياة المسيح عزائي المشاهدين زي ما اتعودنا مع حضراتكم في كل مرة بيكون معنا قضية جديدة بنترحها على نيافة الأنبى ونبدأ نشوف الرؤية وتحليله لهذه القضية قضيتنا لهذه الليلة يعني كتير جداً من المشاهدين كانوا بيسألوا عن التسليس وهل المسيحيين بيعبدوا سلاسة آلهة وهي الحقيقة قضية بالغة الأهمية وأخذت مجال كبير جداً وواسع على مدى التاريخ في التحليل والمنقشة يعني منشوف من القرن الرابع الميلادي والسجال مستمر حوالين هذه القضية وأعتقد أنه في كتير من الألفاظ والمعاني اللي محتاج الشارع المصري أنه يعرفها لأنه الإنسان الحقيقة عدو ما يجهل من ضمنها موضوع عبادة المسيحيين لسلاسة آلهة وده طبعاً لغة كبير جداً ومش مفهوم الأسباب الحقيقة كتيرة جداً إلا أنه هي محاولة للتشويه المعنى أيضاً فيه ألفاظ كتيرة جداً زي مثلاً لفظ إقنوم اللي إحنا بنسمعه من المسيحيين في الشارع ويمكن كمان فيه كتير من الشباب المسيحي الآن هو ما يعرفش الألفاظ دي أو الرد عليها فخلينا بداية من هذه الحلقة والحلقات القادمة هنبدأ نطرح فيها كل الأسئلة اللي عاملة حالة التباس في الفهم سواء كان الالتباس ده عند المسلمين أو عند المسيحيين نيافة الأنبة يعني حسيب لحضرتك الميكروفون وعلشان خاطر تعلق وترد على كل هذه الملاحظات هو بداية يا دكتور بس أنا عايز أقول أنه أصدقاء مسلمين كثر وكما تعرف جنابك ما أكثر أصدقاء المسلمين طلبوا مني أن أشرح الإيمان المسيحي بطريقة مفهومة وبلغة عصرية حتى أزيل كلها أشكال التباس وبنفس الوقت المسيحيين أيضا طلبوا مني وقالوا لي إحنا عايزين شرح بكلمات محددة حتى نستطيع أن نفهم نحن وأن نجيب عن السؤال الذي يوجه إليه فأنا حكلم المسيحي والمسلم بأن واحد حرمز في وسط الكلام للمسلم بحسن والمسيحي بمرقص يعني لما أريد أن أوجه الكلام لصديق المسلم أقول يا حسن ولما أحب أوجهه للمسيح أقول يا مرقص فبداية عايز أقول لصديقي المسلم أنه الفكرة الشائعة أن الإسلام أتى بالتوحيد فكرة غير صحيحة التوحيد أقدم من الإسلام والتوحيد أقدم من المسيحية والتوحيد أقدم من اليهودية التوحيد خرج من مصر الفراعونية وموسى النبي كان فرعونا من الفراعنة تربيا وتعليما وتثقيفا حتى وإن كان عرقا هو عبريا طبعا فموسى النبي تعلم التوحيد أولا في مصر ومن مصر الفراعونية قبل ما ياخد الرسالة ويخرج بها فإذن أنا بس عايز أقول أنه إحنا المصريين مصر هي معلمة التوحيد والتوحيد لم يظهر في الجزيرة العربية ولا في غير الجزيرة العربية لكن التوحيد خرج من مصر الحقيقة الثانية اللي أنا عايز أفهمها لصديقي المسلم لحسن أنه البعض يقولون أنه أنتم تؤمنون بثلاث ألاها بس أنتم مكسوفين تقولوا أنه إحنا بنؤمن بثلاث ألاها وبتحاول تركب كلام على بعض ومحدش يكسف من إيمانه ده كلام يعني ناس عندها كراهية وعدم فهم ومع ذلك هو شائع طبعا الهندوس ما بيكسفوش من التماثيل اللي هم بيحطينه حتى يكسف من إيمان لا لو كانت المسيحية تؤمن بثلاث ألاها كان هذا وفر على المسيحيين الأوائل أنهم يترموا للوحوش في الملاعب الرومانية بتهمة الإلحاد لأنهم أعلنوا الإيمان بإله واحد فإذا هم ملحدين بأنقالها وبهذا السبب كانوا بيلقوا للوحوش المفترسة فهذا افتراء غير صحيح ولا معنى له المشكلة هنا في ذهن المسيحي والمسلم على السواء سببها أن الكلام بيبدأ عن شخصية المسيح وأن المسيح ابن الله وأن المسيح هو الله وبعدين هذا يعني بيحدث تشويش في فهم المسيح والمسلم لأنه المسيح كان إنسان كامل بكل ما تحمل الكلمة المعنى ومن هنا اللخبطة والفهم غير واضحة في فهم طبيعة الله قبل المسيح ما يتولد والمسيح مولود في الزمان فإيه الفهم إيه كيف نفهم طبيعة الله مستقلة قبل ميلاد المسيح ثم كيف نفهم معنى التجسد أو بلغة أخرى إيه العلاقة بين يسوع المسيح وبين الله كيف نفهمه يعني هناك أخطاء كثيرة تقال واحد القرآن الكريم نبه على ناس كانت بتقول أنه الله تزوج العزراء وأنجم منها ابنا طبعا ده ده كلام هراء ما فيش في المسيحية كلام من ده لكن الناس اللي مش درسة بتنسب هذا إلى المسيحيين ده كلام فارغ بالنسبة لنا يعني الله ليس إنسان وليس له جسد حاشا لله فهم يسقطون الانتقادات اللي القرآن الكريم وجهها إلى بدع متعددة كانت في الجزيرة العربية والجزيرة العربية كانت هي مؤخرة الحضارة فالبدع كانت بترجع على الصحراء هربا من الحضارة طبعا فكانت الجزيرة مليانة بالبدع فكفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة هم يفسرون هذا على المسيحيين غير صحيح كمان هناك لابس في كلام القرآن عن النصارى والمسيحيين النصارى هم النصاطرة يا دكتور المسيحية اللي كانت في شبه الجزيرة العربية دي كانت المسيحية النسطورية وليست مسيحيتنا فأنا بس عايز أريد أنه صديقي المسلم يفهم أننا مش بنقول أي كلام عشان نجامل في الإيمان لا ده إيمان الكنيسة المسيحية والجديد بقى هو اللي هنشرحه عن طبيعة الله اللي ما شرحتهش اليهودية وإلي لم يصبر غوره الإسلام نعم فهنا عايزين نتكلم عن طبيعة الله مستقلة شرحا قبل التجسد وبعدين نشرح العلاقة بين بين الله والمسيح ناخدها بالترتيب فيه فرق نيفة الأنبة بين النصارى وبين المسيحيين طبعا فضل النصارى ليسوا المسيحيين النصارى أتباع مصطور نعم أمالك تفسر بإيه حضرتك وجود مثلا قرى لغاية الآن في مصر شيء لنفس الاسم مثلا قرية النصارى حارة النصارى ده واستمراره وعدم تغييره ده سببه يا دكتور أنه لما العرب والمسلمين جاءوا إلى مصر نعم قالوا لهم أنت النصارى ولأن الناس كانت بسيطة ومش عارفة الدين الجديد ما عنده ولا الخلفيات التاريخية ولا كل اللي احنا بنحكي فيه فهم قبلوا منهم كلمة النصارى على اعتبار أنها مرادف للمسيحيين نعم وساد هذا لقرون طويلة لغاية ما ابتدت الناس التي تبحث تكشف وتقارن الحقائق إذن قولا واحدا النصارى ليسوا مسيحيين النصارى شيعة خارجة عن المسيحية نعم فضل حضرتك فعشان كده هما اتكلموا باسم المسيحية لكنهم ليسوا مسيحيين مسيحيتنا الحقيقية يعني نعم 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 هل فهم النص القرآني اللي كان بيتكلم في ده هل هذا الفهم وصل لي كتير من المسلمين بشكل مغلوط ومقصود وبغرض الإساءة وتشويه صورة المسيحيين بالضبط كده بقى يا دكتور أنه في وقت ما من الأوقات يعني صار استخدام النص القرآني بطريقة مغلوطة واحد من أدوات البعض زي بالضبط الأسيسي اللي قاعد يشتم في الإسلام ويحاول يطلع حاجات ينتقل بها الإسلام نفس الفكر كان هناك من يحاول أن يطلع انتقادات للمسيحي ولكن لو رجعت العصر الرسول نفسه كان نصارى نجران بحسب التسمية القرآنية اللي هم مسيحيين استضفهم في المسجد بتاعه وعطاهم الفرصة أن يقيموا صلواتهم المسيحية في مسجده فلو كان نصارى نجران هؤلاء كفرة ويؤمنون بسلاسة آلهة وينطبق عليهم كفرة الذين قالوا أن الله ثالث سلاسة فكيف يسمح الرسول لكفرة ومشركين أن يقيموا الصلاة في مسجده فده بيعكس لك أنه الواقع في المواجهة الحقيقية في عصر الرسول أنه هو قبل هؤلاء وعطاهم الفرصة لكن الأجيال اللي بعد كده وأنا شبه ذلك بالأسيس اللي بيشتف في المسيحيين الأول قبل ما روح للمسلمين اللي عندهم غرض في أنفسهم ويشوعوا في المسيحيين نعم في ألفظ نيافة الأنبة كثيرة بتتردد والمسلم مش قادر يفهم معناها ولا مدلولها وده اللي عامل اللخبطة اللي موجودة عند المسلم في فهمه عن حقيقة الإيمان المسيحي ونفسر بس الأول ما معنى أو مدلول الأب والابن والروح القدس هذا سؤال البداية الرائع الآن المسيحيين تمسكوا بتعبير الأقنوم وكلمة الأقنوم كلمة سريانية ولم يترجموها وقال لك أن الله سلاسة أقانيم الناس اللي في نفسها غرض قالوا أن الأقنوم معنى ذات إلهية نعم هذا كذب وافتراء الأقنوم ليس معنى ذات إلهية وغرض هذا الكذب والافتراء أنه يقول لك أنت عندك سلاسة آلهة وثلاثة زوات طيب ما للأقنوم إيه؟ لا أنا هغير كلمة الأقنوم هعرب كلمة الأقنوم بس فيه كمان تعبير المسيحيين بنستعمله وهو اللهوت نعم فييجي المسيحي يستعمل كلمة اللهوت هي كلمة إنجليا سر أن يحل فيه ملء اللهوت جسديا فلما تكلم المسلم يعني إيه لهوت طيب شرح له كده يعني إيه لهوت كمان المسيحي مش عارف يترجم كلمة اللهوت بلغة إنسانية مفهومة نعم فأنا هترجم من الإنجيل ومن لهوت الأباء وبناء على مسئوليتي هترجم كلمة اللهوت وكلمة الأقنوم بكلمة النور الحقيقي كان الأقنوم الأقنوم والألهوت الأتنين الأتنين أيوة نعم كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم نعم إذن فالإنجيل عرف الأقنوم بأنه النور الحقيقي الآتي إلى العالم هذا أول مرحلة تاني مرحلة كلمة الحقيقي مقصود بها النور غير المخلوق النور الإلهي عشان يميز النور الإلهي النور الأزلي النور الجوهري عن النور المخلوق اللي هو أشعة الشمس اللي هو موجات إلكترو مغناطيسية مثلا نعم فإذن دلوقتي نحن أمام سلاسة أقانيم نحن أمام سلاسة أنوار يبقى أنا ترجمت كلمة أقنوم وأنا عايز أوسق بقى الكلام ده عشان المسيحين يفهموه النور الحقيقي نعم النور الجوهري يعني أنا هتطور بقى الحقيقي دي عشان أديها معنى لهوتي عميق وأقول النور الجوهري أو النور الأزلي نعم يبقى أنا لما أقول النور الجوهري أو النور الأزلي أنا باتكلم عن الله نعم دلوقتي إحنا بنقول أنه الثلاثة أنوار من ذات واحدة والثلاثة واحد ودي عايزين نشرحها بقى إزاي الثلاثة واحد نعم النهاردة أنا جايب وسيلة إضاحة وسيلة الإضاحة تلات شمعدانات أهمت كل شمعدان في شمعة النهاردة أنا لما أجيب الشمعدانين دول وأقول دول واحد ما ينفعش بواحد نعم لو قعدت من هنا الصبح وأقول إن الشمعدانون دي يقول يبقوا واحد يدخلوا جواب بعض يبقوا واحد ما ينفعش بواحد نعم وهي دي بقى المشكلة اللي فيه أزان الناس إن الناس بتتكلم عن النور كأنه الشمعدان نعم لا النور مش الشمعدان النور مختلف فالنهاردة أنا دلوقتي هطفي دي وهولع الشمعة دي من الشمعة الأخرى نعم يبقى ده نور من نور نعم هذا النور مولود من ذاك النور نعم بس أنا لما النور ده اتولد من النور الأول وأنا فصلتهم عن بعض خليتهم نورين نعم ولكن لو أنا احتفظت به الثلاثة شموع بهذا الشكل يبقى النور يدخل جوه النور يدخل جوه النور نعم واحد يبقى انت الوقت يشايف نور واحد أهو نعم وليس سلاسة أنوار نعم هو ده شرح ازاي الله واحد في سلوس الله سلاسة أنوار في نور واحد نعم سلاسة أنوار في نور واحد نعم نعم في المشكلة رقم اتنين هي حرف العطف و باسم الآب و نعم فحرف العطف بيعطي انطباع به التعدد التعدد والانفصال نعم ولكن الشرح بقى لازم أقولكم رجعيه كل الشرح مين اللي قاله عشان ما يبقاش آآ كأن أنا بفتي عشان أريح المستمى نعم اللي قال سلاسة أنوار في نور واحد هو قديس اغرغوريوس الناطق بالإلهيات في العزر بتاعته عن الثالوس نعم 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 اللي قال اللي حقوله دلوقتي قديس باسيليوس في كتابه عن روح القدس قال إيه بقى قال يا أخواننا احنا مش بنقول واحد زائد واحد زائد واحد احنا بنقول واحد وواحد في واحد احنا مش بنقول نور زائد نور زائد نور احنا بنقول نور في نور في نور في نور يبقوا واحد يبقوا واحد ولا مش واحد نعم ايو نور في نور في نور نعم والثلاثة من أصل واحد نعم 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 عبارة كلمة النور الجوهري أبقى أنا عملت تعريف عملي وإنجيلي وأبائي نور من نور نعم النور وشعاع النور المولود منه وقوة الضياء نعم تقول لي وهل الشعاع له شخصية غير قوة الضياء أو له صفة غير قوة الضياء أقول لك نعم الشعاع له سرعة يسافر بها لها سرعة الضياء لكن قوة الضياء لها سرعة له احنا بنقسها بصفة أخرى وهي اللومن التواهج اذا فيه فيه تباين في الصفات بين الشعاع وبين قوة الضياء وبين مصدر النور ولكن في ما تقدرش تفصل الشعاع عن قوة الضياء على بصدر النور سلاسة أنوار في نور واحد هل إنسانية المسيح مخلوقة في الزمان؟ الأجابة؟ نعم هل المسيح كان إنسان كامل مثلنا في كل شيء؟ الأجابة؟ نعم هل جسد المسيح مخلوق من الأرض؟ الأجابة نعم هل جسد المسيح مخلوق من جسد العزراء؟ الاجابة نعم هل جسد المسيح تربطه اي صلة نسب بالله الاجابة لا العلاقة ايه بقى بين النور الجوهري وبين انسانية المسيح انا عملت برضو وسيلة اضاح وسيلة الاضاح ان انا بشبه دي بالجسد المخلوق نعم من العزراء من تراب الارض وبعدين هذا الجسد المخلوق سر ان يحل فيه النور الجوهري النص الانجيلي ايه سر ان يحل فيه كل ملء اللهود جسدي الصياغة العصرية اللي انا عملتها ايه سر ان يحل فيه النور الجوهري فهل هذا جسد طبيعي زي جسدي طبعا مية في المية يجوع ويعتش وينام ايوه ولكن حل فيه شعاع النور الازلي النور الجوهري النور هو اللي ابن الله مش الجسد لكن لما النور اللي هو ابن الله حل في الجسد اداله صفة ابن الله لانه هو بقى ما ينفعش يتفكي بعد الاتحاد من بعض بس هنا فيه سؤال نافة الانبع يعني بعض المسلمين حيطرحوه او اخونا حسن حيقول يعني حضرتك بتقول انه ليس ليس هناك علاقة نسب ما بين الله والمسيح وبعدين بنقول ابن الله يعني نزيل الالتباس هنا ازاي حلوة عوش لا يوجد نص واحد في الانجيل او في الكتاب المقدس بعهدية يقول لفظة الله غير على الله الآب نعم لما جيه يتكلم عن التجسد الالله ظهر في الجسد نعم يعني هذا النور حل في هذا الجسد نعم ومن هذا الالتباس نعم هذا النور لما حل في الجسد اعطاله صفة صفته انها صفة ده هو النور هو اللي ابن النور نعم وده معنى التجسد انه حل في الجسد يقول لك طيب لما ربنا حل في الجسد مين اللي كان في الكون هو النور لما لما النور دلوقتي اتحبس جوه الازازة دي نعم ما هو مالك كون ومنور جوه الجسد ده وبيشعر منه بيوزع الاشفية والنعمة والبركة وهكذا نعم نعم فاذا خليني الخص الكلام وننشر الفيديو ونتلقى الاسئلة نحن نتحدث عن اله واحد جوهر واحد ذات الهية واحدة غير منقسمة نعم نعم نور لا تدركه الابصار يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء نعم لكن احنا اتعلمنا من المسيح ومن الانجيل ان النور الالهي اللانهائي ده هو ثلاثة انوار في بعضها انا في الاب والاب في نور من نور نور في نور مش وا نعم زي ما شرحت انا كده حطيت الثلاثة انوار جوه بعضها نعم نعم شعاع النور الازلي الجوهري ده هو اللي هو الله حل فيه الجسد الانساني هل المسيح انسان كامل مية بالمية انسان كامل هل هو ابن الله ايوا ابن الله ازاي لان ابن الله النور المولود من النور نور من نور الجسد طيب هو بيحل في الجسد ليه عشان يتوزع علينا نعم بش عشان نتفرج عليه نعم عشان النور الالهي يشع في كل الخليقة ويرى لكل الخليقة اشكرك نيافة الانبا الحقيقة نعم هل فيه اضافة اخرى لا احنا عايزين نتلقى اسئلة المتابعين مسيحيين ومسلمين على السواء من الاصدقاء نعم طبعا الانسان زي ما قلنا فيه البداية عدو ما يجهل يعني ولانه فيه احداث كتيرة رسخت المعاني المغلوطة والمشوهة عن قصد يعني فاحنا في الحلقات القادمة حنطرح على نيافة الانبا الكتير من ده الموضوعات علشان نبدأ نعمل حالة استجلاء والعيون تتفتح ونبقى احنا قادرين نفهم حقيقة الايمان المسيح انا بشكرك نيافة الانبا جدا واكما بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا انا بشكركم اعزائي المشاهدين والتقي بكم في الاسبوع القادم وفي نفس المعاد وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح فالى اللقاء